الناس اللي قلبها رقيق وبتحب ربنا بتخاف على نفسها جدا بالذات في الأزمنة اللي بتقل فيها الأمانة والوضوح وبيبقى عندهم نوع كده من الحساسية إنه خايف من المستقبل على نفسه خايف يفتن في دينه وده بيسبب له حيرة إنه نفسه يحصن نفسه إنه لو اتعرض عليه فرصة حرام في الشغل لو اتزنق زنق فيها ابتلاء شديد يطلع منها بكتبة أو بحاجة يغش فيها كده بقاش واضح فيها كده وتعدي وبعد كده يخسر دينه ويخسر قلبه الموصول بربنا وانت يشجعك على الأمانة والوضوح بعض المعلومات والمقامات اللي ربنا تكلم عنها في القرآن وسيدنا رسول الله في السنة عشان يثبت بها المؤمنين على صلب إيمانهم لا إيمان لمن لا أمانة له والمؤمن من أمينه الناس سيدنا نبي قال كده عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول في القرآن يا أيها الناس إن وعد الله حق ربنا وعد بالتيسير والفتحة على الناس المحترمة اللي بتتقي الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا كثرة الفرص الحرام يعني ولا يغرنكم بالله الغرور إيه على الشيطان اللي بيخوفك من بكرة يزؤك تجاه غش أو تجاه شيء في نوع من عدم الاستقامة في التعامل ويحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى على فتحه على الأسر وأجيالهم بسبب ناس أمينة فاكر العبد الصالح اللي ربنا ذكر أحفاده في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وبعدين وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما العلم المفسرين بيقولوا كان صالح بيعمل إيه يعني قالوا كان يرد الأمانات إلى أهلها خد بالك ده مات غني عنده كنز بالسعالة كان صغيرين فحفر خب الكنز فربنا حافظ على الكنز ده إكراما لميت أمين فقبره عشان العيال تاخده بعد كده وإنت كإنسان مثلا بتشغل في التجارة بتشغل في مبيعات داخل على جوازة أي أن كان في معاملة بينك وبين أي حد ممكن تبقى مقصر مع ربنا سبحانه وتعالى بس أنت هتتفاجئ بمقام مجاش في حلمك لأن كل واحد عارف نفسه بس يا رب كده خد نفديل الناس الصالحين لكن لما مثلا تسمع قال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين إيه ده قاعد بيبيع حاجة بسيطة جدا وهو فاكر نفسه مقصر وبيلع عن ربنا سواء إنسان أمين وواضح لا بيخبي حاجة ولا بيلوع في الكلام ولا بيلف ويدور بالبساطة كده والرزق على ربنا يفاجأ إنه جاي واقف كدفه جنب كدف نبي من الأنبياء سيدنا النبي اللي قال له كده ما تحترش ما تخافش على نفسك طول ما المعاني دي قدامك كده طول ما المعاني دي قدامك كده قدام عينيك ما تخافش على نفسك في مستقبلك لا في الدنيا ولا في الآخرة هتعيش أمين وتموت مع النبيين بإذن الله التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء سيدنا النبي لما كان حد بيسافر ويسيبه وكان يسلم عليه ويقول له أستودعك دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك طيب ما الدين كفاية جوال أمانة أبدا ده بيسموه ذكر الخاص بعد العام الدين ده كله صفاته منها الأمانة بس معلاش فيه بين قسين أهم حاجة لو أنت ماشي وسيبني أمانتك بالذات الأمانة الطمأنينة إلى رعاية المصالح فكرة تعريف الأمانة من شوية كنا لسه من قوله من دردش فيه خلي ناس تتطمن لك تبقى أنت كده مسلم ومؤمن استودعك دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك لكن اللي أصعب من كده واللي عايزك تفتكره ولو افتكرت الحديث ده حديث قدسي ربنا اللي بيتكلم فيه فأي مشهد ممكن تبقى معرض فيه وحيران كده أغش ولا بقى واضح وأمين افتكر الحديث ده قال صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة خصم يعني ضد شوف أنا ممكن نبقى إحنا الاتنين ضد بعض واكلين حقوق بعض وتبقى كارثة عشان هناخد من حسنات بعض مشهد صعب مشهد الظلم ده لكن لو ربنا هو اللي خصمي أروح لمين يعني الشخص اللي مترد بقى أمين ولا غشاش ربنا لو خصمي أروح لمين علشان يقول له ربنا يسامحني لما ربنا هو خصمي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بيه ثم غدر عارف يعني يعني حلف بالله وبعدين غدر فأنت لما حلف بالله أنت صدقته والله الشيكة حطه لك والله الفلوس والله البضاع والله العربية ما مش عارف ما مخبوطة فأنت أقول ده بيحلف بالله أكيد مش هيكذب يعني أعطى بيه ثم غدر ورجل أمباع حرا وأكل ثمنه وإمكان حاجة مش موجودة في عصرنا كانت أيام العبيد زمان ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه خد الشغلانة وما دلوش المرتب بتاعه لأن الشخص لما أنت بيوعدك بمرتب ولا بأجر معين بتشتغل وتدي عمرك كله وبعدين خد المصلحة بتاعته وأكل عليك الفلوس بعد كده دول ربنا خصمهم يوم القيامة ويمكن تشوف قدامك واحد كسب قرشين بالغش ولا بالكسب افتكر كده ومن يغلل يعني ياخد حاجة مش من حق ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغظلمون هيجي بالحاجة ديش هيلها على كتافه اللي خدها بالغش دي فاثبت ثبتك الله وربنا يعيشنا مؤمنين آمنين يأمننا الناس على أنفسهم وعلى دمائهم وأعراضهم ترجمة نانسي قنقر